انا سامر عوض استشاري ومدرب الموارد البشرية ودي قناة سامر عوض للموارد البشرية لو كنت شغال او عايز تشتغل او عندك مشروع او عايز تعمل مشروع القناة دي هتكون مفيدة جدا لك فعل اشتراك وكتب لي اي تعليق في اللي انا هقوله لك وانا هرد عليك على طول كتابة التقرير من الاشياء المهمة جدا اللي كلنا بنحتاجها واللي كلنا بنرفع تقاريرنا للمديراء بتوعنا علشان يتخذوا قرات وكل ما كان التقرير ده جيد كل ما كان ثقة المدير في اكتر وكل انا منفسي كنت متمكن من اني اعمل شغلي بطريقة افضل الحقيقة النهاردة هكلمكم في جزء معين في التقرير وهو جسم التقرير التقرير مبدئيا بيتكون من 3 حاجات من مقدمة وجسم التقرير ونهاية التقرير تحديدا انا حابب اتكلم في دين نهاردة جسم التقرير ده نفسه بيكون من 3 حاجات لازم تفرق ما بينهم عشان يخلوا تقريرك احترافي جدا الحاجة الاولى اسمها متن التقرير يعني ايه متن التقرير؟ متن التقرير ده مجموعة البيانات اللي حضرتك هتعرضها على رئيسك او هتقدمها لجهة معينة سواء داخل الشركة او خارج الشركة والمتن ده لازم حضرتك تدعمه بتابلز تكون حاطت فيه جداول او تشارت تكون حاطت فيه رسومات المبيعات كانت في سنة كذا وصلت لكذا وفي سنة كذا وصلت لكذا وممكن تحط مجموعة من الرسومات او مجموعة من التصويرات لتروس لماكينات حاجات بسي تبقى صغيرة كده فده بالنسبة للمتن المهم جدا انك تحط فيه بيانات تكون سليمة وصحيحة الجزء التاني وهو اسمه الاستنتاجات البيانات اللي حضرتك عرضتها دي معناها ايه ده اسمه الاستنتاجات وبالتالي بتبدأ تعرض لي المشكلة المشكلة دي مش شرط تكون حاجة وحشة ممكن تكون حاجة وحشة او حاجة حلوة يعني تقدر تقول لي بناءا على الارقام اللي انا عرضتها فاحنا موقفنا المالي جيد بناءا على الارقام اللي انا عرضتها والمعلومات اللي انا قدم نبتها لك فاحنا عندنا مشكلة في المبيعات بناءا على دي في كزا كل اللي بتعمله بتوصف الوضع تقول حلوة او حش بس كده تالت جزء بيكون موجود وهو اسمه التوصيات الحقيقة التوصيات دي مهمة جدا والتوصيات دي بعد ما بكون وصفت المشكلة فابدأ احط الريكمونديشنز بتاعتي اللي هو بقول انا شايف ان حلول الاستنتاجات اللي انا قلتها تكون في ان احنا نزود المبيعات تكون في ان احنا نعمل تدريب للموظفين تكون في ان احنا نفتح فرع جديد بتبدأ تقول حلول خد بالك بقى ان احنا عندنا كده تلت حاجات مبنيين على بعض بنحط بيانات وده المتن ويجي وراع على طول الاستنتاجات بقول الارقام دي دلالتها كزا سواء حلوة او حشة تالت حاجة التوصيات تبدأ تقول حلول للمشاكل اللي حضرتك عرضتها لي في التوصيات لكل اللي بيسمعني لو عندك اي مداخلة اكتبهايلي تحت انا الحقيقة يمكن بدرب واخد على انا وانت بنتكلم مع بعض لكن الحقيقة في اليوتيوب بيبقى فده بيخليني انا بس اللي بقول انا هبكون سعيد جدا لو حضرتك عملتلي مداخلة تحت قول لي عايز تعرف ايه قول لي ايه اللي انت محتاج تستفصل عنه اكتب لي لو عايز اعلمك حاجة معينة او اكلمك في حاجة معينة والهاي لي وانا برد على كل الكومنتات وبتواصل مع الجميع بثمنى لكم كل نجاح وتوفيق اشتركوا في القناة